عرضت المندوبية الإقليمية للصحة العامة بإقليم كانم حصيلة عمل قطاع الصحة العامة لعام 2016 كان ذلك بحضور الأمين العام لإقليم كانم وعدد من مسؤولي وإداري قطاع الصحة العامة بالإقليم تقرير أحمد حامد عبد المجيد من أجل عرض الحصيلة العامة للقطاع الصحي بإقليم كانم لعام 2016 ترأس الأمين العام للإقليم جمع عبد العزيز اجتماعا ضم المسؤولين الإداريين وممثلي السلطات التقليدية ورجال الدين إلى جانب أعضاء المندوبية الصحية بإقليم كانم الهدف من هذا الاجتماع هو الاطلاع على الوضع الصحي بالإقليم بشكل عام والتشاور حول الصعوبات والإشكاليات التي تعيق عمل المندوبية الإقليمية للصحة من جانبه قدم المندوب الإقليمي للصحة أدم محمد سعيد بعض الإحصائيات الخاصة ببعض الأمراض التي تم تسجيلها العام الماضي كالملاريا ومرض التهاب السحية كما تم عرض الحصيلة العامة للصحة الإنجابية وعدد وفيات الأطفال والأمهات أثناء الولادة والتي هي بحسب المندوب الصحي للإقليم ما زالت مرتفعة من جانب آخر طلب الأمين العام لإقليم كانم جميع عبد العزيز من جميع العاملين بالمندوبية الإقليمية للصحة المزيد من الجدية في العمل من أجل تقديم خدمات طبية أفضل لسكان الإقليم كما طلب من المتعاونين في مجال التنمية مواصلة تقديم الدعم التقني والمادي من أجل تحسين الوضع الصحي بالإقليم ترجمة نانسي قنقر